في كلمات معينة لو مش موجودة زي ما هي كده في السيفي بتاعك الملف بتاع السيفي اصلا مش هيتفتح لما تلاقي الوظيفة الحلوة اللي انت عايز تقدم عليها وتروح بسرعة تجيبي السيفي بتاعك اللي انت محضره عشان تبعثه وقف ثانية كده وقع تبعثه عشان هقولك على اربع حاجات مهمة جدا تاخد بالك منها قبل ما تبعث السيفي لأي شركة جاية في البداية يا صديقي لو عايز تعمل سيفي شكله حلو وبسيط في موقع مجاني تماما عام للحكومة النيوزيلندية بيبدأ يسألك شوية اسئلة عن شغلك وعن دراستك وهو الواحده بيروح يصمملك السيفي بتاعك بشكل حلو تقدر تعمله download في صورة pdf او حتى word file وتعدل عليه هحط لكم اللينك بتاع الموقع ده تحت في الوصفة على اليوتيوب بس خلي بالك من حاجة لو انت عايش في مصر في الغالب السيفي بتاعك بالشكل ده ولو انت عايش في المانيا في الغالب السيفي بتاعك بالشكل ده ولو اخدت السيفي الحلو بتاعك ده وفضلت تحاول بيه كتير كتير في المانيا في الغالب مش هيتقبل لان ببساطة الركروتر الالماني متوقع ان هو يشوف السيفي بتاعك بفورمات معين متوقع يشوف صورتك الحلوة دي في السيفي كل السيفيات اللي بتجيله بتكون بالصورة دي فلما يبص على السيفي بتاعك من غير صورة هيستغرب يحسن في حاجة غريبة او ان انت مش واخد على الكالتشر بتاعتنا او ان انا حتى مش عارف اتوقعك عشان كده لما تبدأ رحلة التدوير على شغل في دولة معينة لازم تعدل السيفي بتاعك وتعمله بالفورمات بتاع الدولة دي هحطلكو تحت شوية لينكات هتساعدك تعمل سيفي مختلف لمجموعة دول مختلفة هتلاقيه في الوصفة على اليوتيوب وفي اول تعليق على الفيسبوك الحاجة التانية اللي لازم تخلي بالك منها ان في مجموعة كلمات لو مش موجودة زي ما هي كده في السيفي بتاعك الملف بتاع السيفي اصلا مش هيتفتح النهارده الاتش ار في دول كتيرة بيستخدم برامج علشان تفلتر السيفي هات هو بيدوع على حد شواطر في مجموعة مهارات وطولز معينة ما عندوش وقت يفتح كل السيفي هات اللي بتجيله فبيستخدم برنامج بيعمل فلتر على مجموعة كلمات معينة تخص الوظيفة دي لو الكلمة دي موجودة في السيفي طلعهولي لو مش موجودة مش عايزة بص عليه اصلا البرنامج ده بيطلع له بس السيفي هات اللي فيها الكيوورد اللي انا طالبها في الوظيفة بتاعتي عشان كده انت مش بس هتعمل سيفي لكل دولة بتقدم فيها انت هتعمل سيفي لكل وظيفة بتقدم فيها عشان تتأكد انك انت كاتب الكيوورد اللي هو بيدور عليها وبكده نقولك الف مبروك انت عدت من اول مرحلة وفي انسان هيفتح السيفي بتاعك ويبص عليه بنفسه لمدة تتروح من 6 ل 10 ثواني ايوة بالزبط الكده الـ HR في المتوسط بيبص على كل سيفي من 6 ل 10 ثواني وبعدين بيقلبه ويبص على سيفي غيره الا لو في الكام ثانية دول السيفي بتاعك عارف يقنعه انه هو يفضل باصس على السيفي بتاعك اكتر من كده شوية وعشان كده حاول تتجنب الفيلرز بلاش الهري اللي هو مالوش اي علاقة خالص بالشغل لانه بيعمل زحمة في السيفي وبيغطي على الكام كلمة اللي محتاجين الـ HR يبص عليهم في الكام ثانية دول اسأل نفسك سؤال هل انت عايز الشركة تعينك على اكتر من وظيفة في نفس الوقت ولا انت بتقدم على وظيفة واحدة ولم انت بتقدم على وظيفة واحدة ليه حاطت لي كل حاجة تعلمتها في حياتك وكل الكورشات دي انت مفاكر ان انت كده هتبهرني حبيبي الـ HR دا لو جاله السيدي بتاع باتمان اللي هو بالليل بينقذ مدينة جاثم كلها ويسحة تاني يوم من صبح يروح الشغل هيقول له تانتيت وفرهادة اوفر انا بس عايز حد يعمل الشغلان لانا كاتبها وري له انك الشخص المناسب للوظيفة دي بس كده مش لازم تقعد تكلمني على كورس الشبكات اللي انت واخده وانت اصلا مقدم على وظيفة في الفاينانس تأكد ان الشركة مش عايزك تمسك الحسابات الصبح وتصلح الراوتر بالليل فمعلش شوية الكورسات والمهارات والبطورات اللي انت واخدها دي اللي هي مالهاش علاقة بالشغل خالص ماينفعش تكون واخدة الجزء الاكبر من السيدي بتاعك هتقول لي بس انا تعبت فيها جامل اشيلها برضو من السيدي هقول لك خليهم على جنب احتمال تستخدمهم في سي في تاني بعد كده بس دلوقتي احنا عندنا كام ثانية محتاجين الاتش ار يبص على الحاجات اللي هو مستني يبص عليها وانت لسه خريج جديد ما عندكش سنين خبرة تكتبها في السي في هتعمل سي في صغير صفحة او صفحتين وهتتكلم عن المهارات الشخصية والتطوع في اعمال خيرية والانشطة الطلبية عشان واحنا بنعين فراش مش بنتوقع ان هو يكون عبقري في الشغل بتاعنا كفايا ان يكون عنده مهارات شخصية وبيعرف يتعامل مع الناس بشكل كويس وعارف اساسيات الشغل واحنا بعد كده هنعلمه بعد كام سنة هتكون اخدت خبرة في مجال الشغل بتاعك هتبدأ تحط الخبرة دي والكورسات بتاعتك وهتبدأ تقلل من الانشطة والتطوعات اللي كتبتها لان دي ساعتها هتعتبر حشو مش مفيد هتبص على job description وهتاخد الكلمات اللي هو بيدور عليها وتتأكد ان هي موجودة في السي في بتاعك وبكده نبقى تخطينا مرحلة اراية السي في وبنجهز للمرحلة التانية وده طبعا هيكون موضوع فيديو تاني خالص ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيرو مع الناس اللي ممكن تستفيد بيه على جروبات الواتساب والفيسبوك واكتبولي رأيكم والاسئلة بتاعتك وتحت في الكومنتس بقراها كلها ولو انت جديد هنا تشوف الفيديوهات القديمة فيها نصائح مهمة بخصوص الشغل والسفر وتأكد انك عمل سبسكرايب وانفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجاية اشوفكم على خير سلام عليكم